لو لسه مبتدئ ونزلت الجيم تتمرن وروحت للكابتن وقلت له عاوزة اتمرن وليته بيقولك بلاش تلعب عضلة واحدة في اليوم او اسلوب البروز بليت تلعب اي اسلوب تاني عشان انت لسه مبتدئ وده مش افضل حاجة لك هل كلام الكابتن صح ولا غلط تعالوا ولا اهلا بيكو في حلقة جديدة مع رو كابتن اوكا والنهار ده مانا حلقة مهمة جدا وخاصة للمبتدئين واهم سؤال وهو لو انا لسه نزل الجيم مبتدئ العب اسلوب البروز بليت او العضلة مرة واحدة في اليوم ومرة واحدة في الاسبوع ولا العب اسلوب تاني عشان ادعو بات رابط بفترة في الاول انت ادعم له تعمل الحلقة لايت عشان بتسعيد تتير في انتشار الفيديوهات ويلا بينا للاسف 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 اسلوب ان انا العب العضلة مرة واحدة في الاسبوع او مرة واحدة في اليوم هي عضلة واحدة وليكن بس انا بلعب سدر ضهر دراع بعدين ريجل وبطن وراي احتمع في المصر يوم وفي الاخر يوم للأسف مش أفضل حاجة وخاصة للمبتدئين ليه دائماً أي مبتدئ بيبتدي ينزل يتمرن الماصي العندويك وضعيفة جداً وما بيقدرش يتمرن وهو بيتمرن بيدي عند الشكل الثاني والثالث والرابع ويبتدي يهند مني تبتخالي أنا بقول لك الشكل الثالث والرابع وهو لسه مبتدئ وبلعب معضلة واحدة فلعبته صدر لعبته خمس أشكال أو ستة أشكال فجلعب الشكل الأول الشكل الثاني الشكل الثالث الرابع اتمزق يما البر وقع عليه ليه؟ العضلة مش قادرة تستحمل استحمل بقى سوبرمان وبقى وحش ولعب الخمس ستة أشكال هيبتدي يعمل له حاجة إن هي زيادة حمض اللاكتك على العضلات أو زيادة اللاكتك أسد بسبب المجهود العنيف اللي عمله على عضلة واحدة طبعاً ده مجهود عنيف من الزويل عشان هو لسه مبتدئ اللي عمله على عضلة واحدة وهيبتدي تلات أو أربعة أيام عنده شلل في أطرافه هتلاقي عمل كده ومش قادر يمشي وسدر وارعني وكتفي وارعني ومش قادر أتحرك يا كابتن عشان لعبت بأسلوب العضلة واحدة في الأسبوع أو في اليوم اللي هي عضلة واحدة نهاردة بلعب سدر طب أعمل إيه؟ أنا قبل كده قلت حلقة قلت أسهل تلات أساليب معايا لو أنه لسه نازل الجيم عندي تلات أساليب الجنرال أو بلعب كل عضلات الجسم وطبعاً الأسلوب ده تسيق جداً وقديم مش مفضل غير لو أنت عدد أيامك في النزول الجيم وليلة قوي لو بلعب يوم أو يومين في الأسبوع لو أكتر من كده إنسى الأسلوب ده ما تلعبش فيه خالص الأسلوب التاني وهو أو الجزء العلوي من الجسم الجزء السفلي من الجسم يوم بلعب كل العضلات اللي فوق يوم بلعب كل العضلات اللي تحت يبقى خلص جسمي على مرتين يبقى ديت مرتين ديت أربعة أيام لعبت كل العضلات جسمي على مرتين ولو ديت أربعة أيام ولعبت الديسم كله مرتين في الاسبوع اخر اسلوب واشهر اسلوب واسهلهم عشان اشتالي التمرين بتقل وهو البش بول ليد يعني اشتالي التمرين بتقل يوم بلع فيه تمارين دفع يوم بلع فيه تمارين الصحت يوم بلع فيه رجل و بطنه فانا السنتي بسمي على 3 ايام فلوانا بلعب الجنرال او الفول بادي بلعب في حدود 15 تمرين 15 تمرين وانت لسه مبتدئ انت بتموت لوانا بلعب أبر flower بلعب في حدود من عشر الى احداشر تمرين لكل واحدة فيهم. اوه كتير مبتدئ. ما عارف يعني ايه. عشر احداشر تمرين. ده عيفرفر مني في النص. لو انا بقى بلعب حد اسمها بوش بوليج. تب تلعب من سبع لتسع اشكال تحدي اقصى. وعضلات مختلفة. بلعب لي تلاتة سدر. على واحد تدفق اميمي. على واحد تدفق غنيبي. على واحد تراي او اتنين تراي. سبع عشكاية. العز تزور بيبقى اربعة سدر. يعني فكرة نفسها ان كم عضلة? كل واحدة فيهم شكلين تلاتة. شكلين شكلين شكل. يعني يعني فبوس تلاقي الموضوع السهل. عشان كده بقى من اشهر الحاجات البوش بوليج او تمارين الدفع السحب الرجل والبطن. عشان بيبتد يوزع جسمي على تلاتة ايام. فسهل علي ان انا اقدر حمل وزود اوزين. مش معنى كده ان البروز بوليج وحش. البروز بوليج كويس جدا. وكل حاجة لو بيجيب معاك طبعا استمر عليه. بس بلاش وانت مبتدئ او بقالك فترة انقطع كتير عن الجيمة. لو منقطع بقالك كتير. بلاش تبدأ به. ابدأ الاول باي حاجة من التلاتة دوله. طبعا الورتيات الافضل حاجة فيهم ايه? ابدأ به الاول وبعد فترة عاوز ترجع للبروز بوليت عشان هو ده اللي بيحمل معاك. وده اكتر حاجة بيجيب معاك نتيجة. ممتاز. الاسلوب اللي يمشي معاك كمل عليه. بس وانت مبتدئ اسمع كلامي ومشي علانة اقول تلات عليه. بعد شهر من الاستمرارية كسر اللي انت عاوزه. عاوز تلعب باي اسلوب انا ممشي. ادام بيجيب معاك نتيجة. كده يبقى وصل لنهاية حلقة النهاردة يا رب تعريبك والتكون صغيرة والتكون في امتين على قد ما اقدر. اكيد لو عاد بيتها حلقة النهاردة مش هستخدم تعمل الحلقة لايك. كده انا معكم كابتن اوت.